نظمت القوات المسلحة احتفالية لتسليم شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابع لمجلس الوزراء إلى الكلية الحربية وألقى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لواء أشرف سالم زاهر كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة التعليمية بالكليات العسكرية لأعداد أجيال تتسلح بأحدث ما وصل إليه العلم بكافة المجالات مما أسهم في حصول الكلية الحربية على العديد من الشهادات في مجالات الجودة الشاملة وقد تم منح شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للكليات الحربية وأهداء درع الكلية لممثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سناء راضي